موسيقى بانجور زيك عمين ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عالفيتاز دي رياكسيون شيمي وقبل ما نبتدي في الرياكسيونات اللي عندنا في اللسان هناخد حاجات من حياتنا عموما فاحنا عندنا بعض الرياكسيونات سريعة وبعضها بطيقة فعندنا مثلا لو جينا قلنا رياكسيون تري تري رابيد حاجة سريعة قوي في لحظتها عارفين السواريخ والحاجات اللي بتجبوها في الاعيات دي او اللي هي زي الديناميت والكلام ده دي بتتشعل على طول اول ما بنعمل كيه بتروح مولعة او البتاع اللي عاملة زي شمس وامر فدول كلهم اسمهم فو دارتيفيس اللي هي انوار اللي اشتعلات او الحاجات اللي هي بتاعت اللي بتفرق علي اسمها فو دارتيفيس دي بتشتعل او بتعمل رياكسيون في لحظتها فبنقول عليهم تري تري رابيد سريعين جدا في حاجات رلاتيفما لانت يعني نسبيا بطيقة يا مش بطيقة قوي لكن الى حد ما بتاخد كم ساعة دول سواني لكن دول ياخدوا ممكن ساعات فدول هم ايه الويل الزيت ما بنحط عليه حاجة اسمها سود كوستيكة لاتنين دول بنعمل بيهم الصابون فور لا فورماسيون دو ساون بياخدوا كم ساعة كده عشان يندمجوا في بعض ويعملوا الساون في حاجة ابطأ شوية تري لانت تاخد ايام زي الروي دفير لو حطينا عجلة في البلكونة مش بنصحة تاني يوم نلاقيها صدت لا ممكن تاخد اسبوع شهر بيحصل لها ايه روي دفير صدا يتكون عليها اما اخر حاجة بتاخد وقت طويل اوي 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 عشان كلا بنقول عليها تري تري لانت ممكن تاخد سنين يعني او هي خدت فعلا سنين مئات السنين والالاف السنين اللي هي الفورماسيون دو بترول او دي كمبوستيبل اللي هي جوم من الديناصورات وكائنات الحياة كبيرة اللي دفنت تحت الارض عمعت لنا البترول ازاي نعرف السرعة الرياكسيون ازاي نعرف الفيتاس دو لا ريكسيون او ايه الدفينيسيون بتاعت الفيتاس دو لا ريكسيون تعالوا كده نقول ان احنا عندنا كوباية مية وحطينا فيها سكر امت نقول ان الرياكسيون خلصت بتاع الدوابان السكر لما ما شوفش سكر تحت يعني لما يختفي السكر صح كده لما السكر اللي تحت يختفي يبقى الفيتاس دو لا ريكسيون هي محكومة بالديس باريسيون دي ريكتيف انو الحاجات اللي كانت متفعلة في الاول تختفي طيب او ان انا اكون مكون جديد مثلا انا بعمل كيكة فجايبة دقيق وبيض ولبن وحاجات كتير قوي هحطوهم فوق بعض اول ما الحاجات دي تختفي يبقى كده الرياكسيون خلصه امت عرف ان الرياكسيون خلصت لما الكيكة تستوي وتطلع لي مكون جديد خالص ما كانش موجود نفس الحكاية لو انا عندي اليمان كده بيتفعلوا مع بعض ده اسمه بنتاكسيد دازات بنتاكسيد دايه دازات ده لما باجي افكو الاكليبري بتاعتو شوية مش لزيزة فدي تقريبا بنعرف زي ما هي كده دو ان او دو بلوس دو مي او دو تمام؟ دي بتتفاك كالدي او بي اوكسيد بتقلع لي 2 اوكسيد دو نيتروجين بلوس دو مي او دو نصف اوكسيجين فده كده معناه ام تعرف نالرياكسيون دي خلصت لما داي يختفي لادسпарيشيون درياكسيون دي او الاباريشيون دي او برودي الرياكسيون يختفو والبرودي يظهرو في أول الرياكسيون خالص بيكونوا الرياكتيف في الدبت هنا الرياكتيف بيكونوا 100% يعني في الأول الرياكتيف بيكونوا 100% والبرودوي بيكونوا مش موجودين أصلا فبيكونوا 0% في النهاية إلي بيحصل العكس تماما على فن الرياكتيف هما اللي بيكونوا 0% والبرودوي بيكونوا 100% كيف حياتنا كده تعالوا نفكر كده البيبي اول ما بيتولد اللي بيحصل هو ما بيبقلوش وجود هو كأنه مش موجود مين اللي بيعملو كل حاجة ماما فماما 100% والبيبي 0% يبتدي على مدار الرياكسين على مدار حياته دور ماما يبتدي اللي كل شوية يتعلم يأكل فيمسك المعلقة فالسانبوش ساندي تبتدي تقل بتاعت ماما ماما تبقى 90% 70% لغاية لما يكبر شوية ماما بتبقى 0% هو كبر واعتمد على نفسه واشتغل لكن البيبي كان 0% وابتدى كل شوية يتعلم حاجة لغاية ما بقى 100% بقى معتمد على نفسه تماما يعني لو انا جيت على الرياكسين دي وجيت قلتلك وانا عندي جرافيكة اهو وعايزة اقول دلوقتي انا عندي هنا 0 2 6 مثلا وهنا اي ارقام 2 4 6 ويت ايه ان كانت ايه ارقام مش دي مشكلتنا مشكلتنا ان هوا هيجيبلي كورب كده ده نمرو اين وكورب كده ده نمرو 2 وكورب تاني كده اهو ده نمرو 3 وبيقول لي كل واحد في دول ايه من الكمبوزي دول اول حاجة ده الرياكتيف الرياكتيف كماية في المية 100% وقل مين في الكوربات دول اللي بيقل اهو ده جاي من فوق نازل لتحت يعني ده اللي بيقل يعني ده البنتاكسيد دازات ان دو او سي طب دول اتنين بيكتاره يعني دول اتنين الرياكتيف طب انا هاعرف منين ده مين وده مين اكيد الاكتر اللي عدد موليكولاتو اكتر يعني ده نو 2 اللي هو دي اكسيد دو نيتروجن او بي اكسيد دو نيتروجن وده هايكون مين الگاز اكسيجن لو جينا نعمل بقى ديفنير اللي بتاس دو لا راكسين زي ما كونا لسا إلين اللي بيحصل الرياكتيف يبقوا عليين اوي 100% يبقى هو اللي بيحصل عشان اقول اللي بتاس دو لا راكسين هي للا variation المنصنشنا اللي بتاس دو song اللي بتاس دو الا سلا دو وده راكسينا دور اللي بيحصل او بيحصل ده كولو يعني ما تغير البدء. هذا هذا اللي يمكنك تغير البحر عن الطريق. يبقى اللي مجالة عديدة، يعني فتسة دلاريكشن هي تشعنة أو تغير البودء. أكبر أكبر على أكبر الأدنسة بين الشمسيا أكبر. بين الشمسيا والشمسيا أكبر على أكبر الأحرار حدث كثيراً أو أكبر الأخبر الأ officialsيسيا. دان دي برودوي او ظهور واحد من البرودوي لاباريسيان دان دي برودوي تمام كده تمام جميل تعالوا بنشوف ايه تاني اللي عندنا ايه هم الفاكتور او العوامل كي افكت لفيتاز دولاريكسيون يعني ايه اللي ممكن يأثر في الفيتاز بتاعة الرياكسيون اول حاجة اسمها ناتور دي رياكتيف شكل او نوع الرياكتيف نفسهم عامل ازاي حاجة بتتفكك بسهولة ولا حاجة بتحتاج مجهودة تاني حاجة هتكون حاجة مركزة ولا حاجة خفيفة هتتفاعل بسرعة ونخلص هنشوف دلوقتي يعني ايه تالت حاجة درجة الحرارة هل حاجة دي بتسخن ولا بتتعمل لوحدها من غير سخونة رابح حاجة والاخيرة الكاتاليزير اللي هي المحفزات و هنفهمها كويس لما نيجي عندها يبقى مين هم الفاكتور كي افكت لا فيتاز دي رياكسيون هم 4 فاكتور الناتور دي رياكتيف و كونسنترسيون دي رياكتيف الحاكتين دول للرياكتيف والتمبراتور بتاعة الرياكسيون والبريزنس دين كاتاليزير فيه كاتاليزير ولا لا طيب لو جينا تكلمنا عن ناتور دي رياكتيف ناتور دي رياكتيف يعني طبيعة المتفعلات يعني نهم ايه يعني فيه حاجات بتختلف عن حاجات انا لما كون بدوب سكر غير لما بدوب ملح غير لما بدوب حاجة تاني دي كل حاجة بتاخد شكل معين او مدة معينة مختلفة عن التاني طيب اول حاجة اتكلم فيها في الناتور دي رياكتيف هي جانر دي رياكتيف نوع ليزان يعني انا دلوقتي لو بدوب ملح وبدوب سكر هلاقي ان الملح هيدوب اسرع جدا او انت حط في المياه بيدوب اسرع من السكر لي عشان الملح د理وا سكر ايانيك يعني كغموزه اليانيك بيکنا أسرع puts راك persec 이후 أخوزLI instead كغموزة كوغلون We LE ايانيك يعني في�ض全 At في torch ايانية في ايانية في اياؤات في ايانيية ويانة ايان Sea مع بعض. فبنقول على طول كار il se dissocie عشان هو بيتفكك عن ايان نيجاتيف اي بوزيتيف. بيتفكك الايان نيجاتيف وايان بوزيتيف. هو على طول اول ما بينزل في المية بيتفكك الايان بوزيتيف ونيجاتيف. لكن الكوفالانت ما بيتفككش. يبقى الحاجة اللي بتتفكك على طول ايه تندمج. اللي ما بيتفككش بياخد وقت عشان يفكه من بعضه ويندمج مع الرياكسيون يعني. زي الاكزامبل ده بالزبط. لو انا عندي NACL بلوس AGNO3. الاتنين دول مش هينفع اقول واحد انشط من الثاني عشان يدخلوا مع بعض. وما اللي بيحصل هنا هم بيعملوا القاتي بالزبط. هو ده بيتفكي اعنات. ده NA plus ودي CL موان. وده AG plus وده NAO3 موان. فيروحوا عاملين تبادل. البلوس ياخد الموان. والبلوس ياخد الموان. يبقى يديني ورق NA NAO3 plus AGCL. يبقى اول حاجة هي الجنر ده. طب تاني حاجة ايه هي? هي يعني ايه الكلام ده? شفتوا قبل كده السكر المكعبات? لو جبنا مكعب سكر وحطناه في المية. وجبنا معلقة سكر عادية وحطناه في المية. هنلاقي ان المعلقة المفتفتة يعني السكر المفتفت هيدوب اسرع من الكوب. طب تعالوا نحط في الطاصة حتة زبدة متقطع مكعبات صغانونة. او نحط حتة زبدة كبيرة. ايه اللي هيحصل? حتة الصغيرة هتسيح اسرع من كبيرة. طيب لو انا عندي الورق الكتير ده فوق بعض. وجيت دلقت عليه مية. هتنزل عليه المية. بس هاجي في الاخر هلاقي فيه ورق ما جاش عليه مية. لكن لو فردت الورق ده على الترابيزة ودلقت المية هلاقي كله طبال مية. فا ايه اللي بيحصل? كل ما السورفاس اللي اتعرضت للحاجة الكبرت كل ما السورفاس اكسبوزي على رياكسيون بقت كبيرة كل ما الرياكسيون بقت اسرع. يبقى هنقول. لا سورفاس تانك لا سورفاس اكسبوزي اغمانت. لا فيتاز ده على رياكسيون اغمانت. يعني السورفاس والفيتاز سان ديريكتمان. كل ما السورفاس زادت وكبرت للرياكسيون كل ما الفيتاز بتاعتها بقت اسرع. يعني ليه بنقلب الاكل مثلا ومفضل عشان كل السورفاس اللي فيه تتعرض للسخونة. وتتعرض للرياكسيون. فتندمج المكونات مع بعض وتخلص ايه بسرعة. طيب عندنا رياكسيون على الكلام ده بتقول ايه بتقول ايه بتقول. ف ا فر بلس هتديني. ف ا يخش مكان اله يبقى ف ا سي ال ده. ده فر الفر البالنس بتاعته ده. وده اين. يبقى ف ا سي ال ده. بلس ه ده. كي سدجاج. طيب انا هنا دلوقتي عندي اتنين سي ال يبقى لازم احط هنا اتنين سي ال و اتنين اش يبقى اش ده. و ايه سي ال. عندنا في الرياكسيون دي لو حطينا كوب ده فر عشان يعمل الرياكسيون هيكون تري تري لانت. كلو حطينا ليماي ده فر. يعني ايه ليماي ده فر? يعني برادة الحديد. يبقى ليماي ده فر هتكون بلو رابيد كم مرسو ده فر. دي اسرع من المرسو ده فر. من قطعة الفر. برادة الحديد دي يعني حديد مفروم كده عامل زي البودرة. بالضبط نفس فكرة الزبدة. لو حطيت مكعبات صغيرة في الطاصة هتسيح اسرع ملحة. حطيت حتى الزبدة كبيرة. مش هتسيح بسهولة. تاني فاكتور معينا كان الكنسنتراسيون دي رياكتيف. تركيز الرياكتيف. تخيلوا كده شارع في زحمة. ايه اللي هيحصل كل ما الناس تزيد اكتر؟ كل ما الناس تزيد اكتر يبتدوا يخبطوا في بعض اكتر شارع في زحمة. مليان الناس. فكل ما يخبطوا في بعض اكتر الخناءات تزيد اكتر. يبقى كل ما الكنسنتراسيون زادت. كل ما النمبر دي شاك دي مالكول زادت. احنا نتكلم بقع المالكولات. هايخبطوا في بعض اكتر. يبقى النمبر دي شاك دي مالكول بتاع المالكولات اوغمانت. وكل ما النمبر دي شاك دي مالكول اوغمانت لما يزيد. اللي هيحصل الفيتس دي رياكسيون اوغمانت. الفيتس ايه تزيد. تمام كده؟ جميل. طيب. لو جينا عملنا وحطينا فيلد نتوياج ده سلك من الاليمينيوم او حتة فويل او حاجة كده. عرضناها للاكسيجين. هنلاقيها انها ايه بتتحرق. لكن لو جينا بوكال كده في اكسيجين مركز وحطينا فيلد نتوياج هنلاقيه بيتحرق تري تري رابيد. اسرع بكتير جدا لان الاكسيجين ايه مركز في الجزء ده. كمان عندنا رياكسيون تانية او اكزامبل تانية على الكنسنتراسيون انها تتحرق رابانة مركز في المكسيجين مع الأسد Coronavirus и المعرفز. هناك تتعرق. على شخص هو تدي Linkedin مع الأسد Mer echمالات مركز في المجيز. هنلاقيه باكسيع. مركز مركز ده. فك Constitution يالولاي على النامجيز mais يتحرق قبل. ثالث حاجة معي كانت التمبراتور دولاري اكسيان تخيلوا كده لو انا جبت كوباية فيها مية ودوبت سكر هيدوب بعد شوية لو زودت سكر تاني هيدوب لحد في وقت ما هيبقى السكر متراصل بتاحت ومش هيردى يدوب لكن لو انا خدت الكسرولة او الحاجة اللي فيها المية بسكر دي وحطتها على النار وجيت ادوب هلاقيها هيدوب نفس الفكرة احنا ليه بنسخن الاكل على النار او ليه بنسوي الاكل على النار عشان هو بيسرع التمبراتور الاليفاسيان دي لاتمبراتور اكسلير لاريكسيان بتسرع الريكسيان بتخلي الريكسيان اسرع فبيستوي الاكل بسرع تمام؟ طب ليه بنستخدم التلاجة؟ ليه بنحط الحاجة في التلاجة؟ ليه بنحطها في الريفريجيراتور عشان الرفرادسمن السوقعية اردت 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 باكتيري تمام كده؟ يبقى كده عارفنا ليه التمبراتور بتصرع الاكل بتصرع تسويه الاكل لانها اكسلير لاريكسيان دي كوسمان دي زاليما طب ليه تلاجة كالرفرادسمن اردت لريكسيان بروفوكيه باكتيريين نجي بقى الاخر حاجة في اللوصن ده وهي اهم حاجة اللي هي الكاتاليزير يعني ايه كاتاليزير؟ كاتاليزير يعني محفز يعني حد بيشجع تخيلوا كده عندكم مذاكرة فانا بقول ايه؟ لا انتوا جدعين انتوا شاطرين جربوا كده تذاكرة وهتلاقوا الدنيا بتمشي طب جربوا تحلوا اول امتحان طب مش عارفة نعمل ايه طب تخيلوا كده لو ذاكرتوا شوية ضغطت على نفسكم جبتوا النوات في نال انا عملت ايه دلوقتي؟ عملا حفزكم ما هو بتقول لكو طب اعودوا نهجة هعمل لكو الصندويتشات اللي بتحبوها هعمل الاكل اللي بتحبوها هعمل مش عارفة ايه اللي حصل هي حفزتني اودوني الدافع ان انا قاعدة ذاكر فبدل ما كدت الحاجة اللي قدامي هتاخد مني خمس ساعات لا هتاخد مني ثلاثة بس فعمل لي ايه؟ سرع لي الفيتاز بتاعتي سرع لي سرعت فكاتاليزير ده بيعمل ايه؟ شانج لفيتاز دولاريكسيون بيغير سرعة الرياكسيون بيغير ايه؟ سرعة الرياكسيون لكن هل هو بيعمل حاجة؟ يعني انا ماعدة شجعك وقولك اعمل كذا وعملي كذا بدل ما تذاكروا في خمس ساعات هتذاكروا في ثلاثة انا امتي ذاكرت بدلكو؟ لا يبقى انا يبقى ميه لا يجعلون بيعمل لا يجعله ونه�� ايه؟ ايه؟ انا انا ماليش اني اتحكم في امتى هتبتدوا تذاكروا وامتى تخلصوا؟ ونفس الحكاية لسه إله أنه أنا مش هقوم مذاكر بنفسي هل لها بعد شوية تاني حاجة نسبي أكا نشانجمان هي دي أنا مش بشارك أنا مش بتغير أنا زي مانا لها زاكر ولا هبطل مذاكرة أنا زي مانا ما غيرتش حاجة يبقى أول حاجة أنا هغير سرعة الرياكسيون نفسها بتاعتك ولكن ما ليش حكم إمتى تبتدو يعني نسبي أكا نشانجمان شيميك ما بيعملش أي حاجة في نفسه تالت حاجة خلال الرياكسيون يفيد الييزان مع الرياكتف بيعمل الييزانات مع الرياكتف ما يسيبار رابدما لكن بينفصل عنهم سريعا يعني أنا ممكن أجي أجيب لك الكتاب وأجيب السندويتس وأعمل كل حاجة لكن أنا كده كده إيه همشي بسرعة مش هكمل الموضوع معكم نميرو كاتر يلقف بلي الانيرجي نسيسير على الرياكسيون يعني أفبلي الانيرجي نسيسير على الرياكسيون يعني بيضعف الطاقة اللازمة للرياكسيون يعني لو انتو محتاجين باور انتو مصحصحين مية في المية من كتر التحفيز ممكن تبقوا خمسين في المية لكن تقدروا تعملوا ده يبقى يلقف بلي الانيرجي نسيسير pour الرياكسيون بيقلل الطاقة اللي انتو محتاجينها عشان تعملوا الرياكسيون آخر حاجة خالص يلسو بي امتري بتيت كونتتي ده كالتاليزير بور اكمبلير الرياكسيون يعني كمية صغيرة جدا منه كافية جدا زي كمية كبيرة يعني لو طبعا دي مش هتمطبق على التشجيع بس الكاتاليزير اي ان كان حتة صغرنونة او حاجة كبيرة او ماتير كتير يعني مش هتفرق في انها تأثر على الرياكسيون خلي بالكو في نوعين من الكاتاليزير في كاتاليزير بوزيتيف وفي كاتاليزير نيجاتيف ايه ده يعني ايه كاتاليزير بوزيتيف ونيجاتيف مش انا ممكن اشجعكو فتقوموا تتشجعوا وتعملوا ده يعني البوزيتيف هيعمل ايه هيزود الرياكسيون هيصرع قصدي الرياكسيون اكسلير لرياكسيون املا النيجاتيف ده بيعمل ايه ده بيجيب احباط هو انتوا فاكرين انكم هتعرفوا تذكروا ده انتوا لو عملتوا اللالي مش هتفهموا حاجة ده انتوا لو قعدتوا قدام اللسان ده من هنا للسنة الجاية مش هيحصل حاجة وده اللي بيعملوا معاكو صحابكو ودايما بتيجوا تقولوا اللسان ده صعبة اوي احنا مش هنفهمه طب انتوا جربتوا تفهموا لا ما هم قالوا لنا طب ما يمكن كل واحد مختلف على التاني نجرب نشوف بنافسنا يبقى النجاتيف ده التاقة النجاتيب انرجي اللي انتوا بتدوها لبعض يبقى ده بيعمل ايه ديكسلير او ديمينو او رالنتي لرياكسيون بيبطأ الرياكسيون كل ما جاعد على اللسان هم قالوا لي كذا لا 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 درس ده صعب مش هقدر نقفره ونشوفه بعدين طب وبعدين عمرنا ما هنقعد نشوفه او نعمل تمام في عندنا كم رياكسيون كده لازم نعرف الكاتاليزير بتاعتهم في البرокسيد ده دروجن دبي تعمل لو ديكomposition فا عشان نصرع الديكomposition بتاعتو بن حطلو كاتاليزير اسمو ديكسيد ده منغناز ديكسيد ده منغناز دعن يمي قول كن اناجوت لديكسيد ده منغناز كارفتيل يل اكسلير لرياكسيون جو في البرокسيد ده منغناز تمام جوه جسمنا احنا في بعض الكاتاليزير بس اسموهم في جسم الانسان انزيم اسموهم ايه انزيم كل انزيم منهم لي فانكسيون بريسيز لدور مخصوص بيعملوا في حاجات منهم ما نقدرش نستغنى عنها لا نقدر ناكل ولا نتحرك ولا نهدم الاكل فالانزيمات اللي في جسمنا دي مهمة جداً وعندنا في جسمنا انزيمات كتير قوي بيعملوا رياكسيونات كتير جداً يبقى الانزيم الكاتاليزير دون الكورمان في جسم الانسان اسمو ايه انزيم تمام بكده احنا قلنا كل الحاجات اللي على لسان 2 اتمنى اكون في التقو لو في اي حاجة تبعلي في الكومنتات مرسي لكم خالص و باي باي